السلام عليكم تابعي قناة ايزئرن عاملين اي رب تكونوا بخير اول حاجة لو انت جديد ياريت تشترك في القناة تفعل زر الجرس عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة اول ما تنزل احنا عندنا فيديوهات عن موقع ربح مجاني وموقع استثمار وكمان فيه مصابقات يومية ومصابقات اسبوعية على خمسة دولار فيديو النهاردة يا شباب دون بيكلم عن موقع تقاسم ارباح موقع ممتاز الموقع دون على دمانتي بس اكمل الفيديو الاخر واسمع كل حرف عشان الشرح بتاع النهاردة مهم جدا الشرح بتاع النهاردة دون هتقدر تكسب منه مبالغ كويسة جدا بس شوف الشرح كامل في الفيديو وافهم الموقع قوي عشان تبتلتشغل فيه من غير اي غلطة هنروح كده على الموقع الموقع ده تقاسم ارباح الموقع ده مش موقع استثمار دي اول حاجة موقع استثمار احنا ممكن نستثمار فيها هتنام ساعة تسحى ممكن الموقع ده قفل ما بقى شي يدفع هحصل فيه مشاكل مليون حاجة لكن ده موقع تقاسم ارباح جديد لسه اليوزر اللي فيه 9000 طبعا 9000 في موقع تقاسم الارباح يعني الموقع لسه ماكملش حاجة في الشغل بتاعه فالموقع دون او الموقع دي اقل حاجة بتقعد فيها سنة الموقع دون مش شهر ولا هقولك 3 شهور لا ده الموقع دي معظمها سنوي وتبتيت اقف فاول حاجة هنسجل في الموقع هتدوسها كلمتر جستير ركز في الشرع عشان تقدر تفهم كل حاجة في الموقع تكتب اليوزر اللي بتاعك عد كالايميل والباس سورد الباس سؤال الامان هنا مهمة جدا تكتب بالاجابة مش هتقدر تسحب من الموقع غير بالاجابة دي دي اول نقطة لازم تركز ايه مش همش تقدر تسحب غير لما تكون فاكر الاجابة اللي انت كتبت في سؤال الامان دي بعد كده هبعث لك رسالة تفعيل اللي هتروح تفعل عادي و هنخش كده نكتب الايميل بتاعنا وبباسورد نفتح معاك الداشبورد بالمنظر ده الموقع ده بقى ايه شغل بحاجة اسمها البابس ده اللي هي البابس دي اللي هي الاعلانات اللي في الموقع الموقع دوا فيه نوعين من الاعلانات اعلانات مجانية واعلانات مدفوعة يعني المجانية دي بتديك بابس والبابس دي على يعني على حسب العدد اللي معاك هينزلك اعلانات مدفوعة طبعا بيبتدي ينزلك اعلانات مدفوعة اول ما توصل لل 1600 بابس 1600 بابس دول تقدر تجمع من الاعلانات المجانية بينزلك كل يوم 10 اعلانات العشر اعلانات دول صعرهم 200 بس طبعا ايه بدل ما تستنى 10 ايام انت لو اوضعت 1 دولار في العشر ايام دول هيكون جايلك 1 و 1.5 دولار او 2 دولار يعني دي حاجة ممتازة بدل ما تستنى العشر ايام دول ماشي هنشوف ازاي البابس دوا في اول حاجة بنجمعهم الاعلانات اللي هي المجانية بندوس كده على اي اعلان وبندوس على view عدس بيعد معانا فوق هنا اهو بيعد معانا 20 ثانية اهو بيخلص معانا وبندوس على confirm خلاص بقى معانا 340 واتعمل الاعلان لو جربنا كده واحد تاني نشوف الا حسن نستنى برضو 20 ثانية اهو بندوس على confirm كده بقى معانا 360 هنروح نفهم البابس دي ازاي هنقدر نكسب وايه يعني الخطط اللي في المواقع احنا فهمنا ازاي بنشتغل يعني وازاي بنجمع بابس وكده هننزل كده هنا دي احصايات بيقولك طوب ريفرال وطوب جستير والكلام ده كله هننزل كده هنلاقي ان احنا على حسب عدد البابس اللي معانا دوا هنقدر نربح يعني بيقولنا هنا لو انت معاك من 1600 بابس ل 14 1500 بابس فكده انت في الجروب الاول لو معاك من 14000 ال 26500 كده فانت في الجروب التاني 26500 حد 51000 انت في الجروب التالت طيب ايه الجروب ده وانا هستفاد منه بايه هننزل كده تحت هنشوف ارباح الجروب الوقت انت خلينا متفقين ان يوميا بنزلك 20 اعلان مجاني طبعا ان تكون عدد ال 1600 بابس فلو انت في الجروب الاول ال 20 اعلان دول هيكون سعرهم 16 سنت طب لو انت في الجروب التاني هيكون سعرهم 35 سنت انت في الجروب التالت سعرهم 62 سنت وهكذا هنا لو لاحظنا هنلاقي ان في ناس شغالة على الموقع وفي ناس الحالاتي وصلت للجروب ال 12 جروب ال 12 ده يعني في ناس بيكسب يوميا من الموقع مية سبعة وتلاتين دولار من 20 اعلان شغل خمس دقايق شفت الاعلانين عدناهم هوا ما فيش اي كبات شوال حاجة من دي خالص ده انت بتعديه يعني في الاول يدوب 20 ثانية بتوعه ما بيخدش حاجة اكتر من كده فاحنا في من الوقت ايه هي البابس وايه هي المجموعات والكلام ده هنطلع كده فوق لو دوسنا على هلب عشان نفهم كده قواعد الموقع اه انت طبعا ما اكش ضعب الكلام ده وان هنا بيقولك ان الاداع واحد دولار هتاخد 2600 بابس طبعا بدل ما احنا هنستنى ونجمع ونستنى عشر تيام والكلام ده وان احنا لو اوضعنا واحد دولار في خلال عشر تيام دول هكون جالنا واحد ونص دولار او واحد وستين سنت دولار الموقع ده بيقولك ان انت عادي تعمل كذا حساب بس بشرط اول حاجة يعني ما يكونش نفس اليوزر واحد باسمه مثلا تاني باسمه تاني لازم الاكاونت بتاعك والاكاونت التاني الاتنين يكونوا اكتف يعني مش واحد شغال على حالة من واحد تاني وتالت حاجة هنفعش اللي اتنين يسحبوا عن نفس البنك او مش نفس البنك يعني عادي اللي اتنين يسحبوا مثلا على البير بس مش نفسي عنوان المحفظة ده عنوان محفظة ده عنوان محفظة تاني ودي كانت نقطة كويسة في الموقع حبيت اوضحها لكم لو التالي انا كده بقى فوق هنشوف يا انت رو اشتغلت على موقع عشر تيام مسلا شفت الارباح عاجبك الموقع عايز تعمل حساب تاني تقدر تعمل حساب تاني ويتحيل نفسك ويقول اتنين اكتف وما فيش مشاكل يعني الموقع بيقولك عادي هتروح اول حاجة على كلمة ده لو انت عايز تزود ربحك هنروح على كلمة وبنكتب هنا المبلغ اللي احنا هنضعوا مسلا واحد دولار هنبتدي بواحد دولار في الموقع ده كده من ارباحنا عايزين نزود فهيبقى تمام هندوس على واحد دولار هنحدد الدولار وندوس على انا اسف عشان نعيش على محفظة الباير بالدولار فانا هدفع يعني اه اللي هو هي الدولار بس هدفعهم بالروبل نيخصم المحفظة الروبل كأنه دولار فهندوس كده على اهو كده الادع بتاعنا معانا انت ممكن لو الادع ما زهرش هنا في الاول اعمل ريفريش بس للصفحة في عشرة صواني هتلاقي الادع كده ازهر معلك طيب احنا دلوقتي عملنا الادع بقى معانا في البالانس ازاي هنقدر نشتري البابس دي البابس دي بتشتريها ازاي بتروح على حاجة اسمها هتدوس كده عليها هو هنا بيقول لك ايه انت هتحط موقع هيجي لك خمسة وسبعين زيارة وهيكون سعرهم واحد دولار وهتاخد فوق دول اللي هو الالفين وستميد بابس بتوعك طيب هنروح نجيب اي موقع مسلا ونحط رابط الاحالة بتاعنا ونختار هنودع بكم وندوس على شراء اهو انت مسلا روح تجيبت رابط الاحالة بتاعك في اي موقع انت بتستفيد هنا بحاجتين يعني انت كده بتدرب عصفرين بحاجت تستفي بيجي احالات لللينك بتاعك وكمان انت كده يعتبر الشريط الباقة في الموقع ده وانا هتقدر تشغل اعلانات المدفوعة هننزل كده نكتب هنا واحد دولار هنختار ان هو من الرسيب بتاعنا وهندوس على شراء الباقة وهو هيحمل معانا ويه بكده بيقول لك ان الشراء تم بنجاح لو طلعنا كده هنعمل ريفرش للصفحة اهو كده الالفين وستمائة بابس اضافوا معانا هنا لو رجعنا كده تاني للداشبورد هنلاقي ان احنا بقينا في الجروب الاولاني وهيبتدي ينزل لنا اعلانات الهو هنا البابس هو اللي معانا الفين تسعمائة وستين بابس هنطلع كده طبعا ايه الاعلانات تي بتتشغل امتى او بيبتدي نزلك اعلانات جديدة امتى كل يوم لو انت في مصر الساعة تقريبا من تسعة لعشرة في الوقت ده من الساعة تسعة الاعلانات بقى بتتشغل لو ما تبقى ايه اعلانات والساعة عشرة او حد واشر بتنزل الاعلانات الجديدة لو دسنا كده على البونس هنلاقي هنا دول هكلهم اهو بيقول لك فاضل لهم لسة سبعتاشر ساعة ويتشغلوا والكلام ده لو دسنا عالبي قدس مش هنلاقيها عشان احنا لسه مجددين ناوي يعني دلوقتي احنا لازم نستنى فترة اللي هنزل فيها اعلانات بعد سبعتاشر ساعة دولة بيجنز الاعلانات جديدة تاني هنزل لنا بقى المطفوع والمجاني والمطفوع زي ما احنا قلنا هنكسب منه ستاشر سنت يوميا واحنا جابلنا هنا فوق ان احنا في الجروب الاولاني ايه هنشوف كده لو في اي حاجاته نشرحها عندك هنا الاحالة لو دوسنا كده على حالة بيقول لك ان انت تقدر تكسب من الاحالة لعشرة في المية على حسب الادعاء بتاعهم بس احنا نتعلص عنداش حالات وهنا ده البانر لو انت عايز تاخد بانر ولو انت عايز تشتري بانر في الموقع اما بالنسبة للسحب فبندوس على كلمة هنلاقي هنا انه بيقول لك السحب بياخد من تلاتين دقيقة لساعتين بس بيوصل يعني في ده بيقول لك السحب بنفس المحفظة اللي انت حطتها يعني تلازم تكون محفظة البانك اللي انت او اوضعت بيها ايا هي اللي هتعمل بيها السحب هتنزل هنا هتلاقي المحافظة بتاعتك بتدف المحفظة بتاعتك وبتدوس على كلمة اد ايه اللي حدر قدنا للسحب هنا خمسة دولار طبعا ما تقلقش انت والله اللي هتجمعه هنا وتقدر تسحبه الموقع دوا مش اسكام مش هينسب بعد فترة قليلة بس كده ده كان كل حاجة عن الموقع تشتغل خمس دقايق يوميا هتكسب منه مبلغ محترم ده كده كان كل شرحينا النهاردة ولو في اي حاجة قفت معك في الموقع ده انسيب لينا في الكومنتات